بكم وكل عام انتم بخير تلقى السيد الرئيس بشار الاسد برقية تهنية من القاضي الشرعي الاول في دمشق محمود لمعراوي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جاء فيها يسعدني ان ارفع لسيادتكم انه تمت عدة شعبان ثلاثين يوما لذلك فان اول شهر رمضان المبارك لعام 1434 هجرية هو يوم الاربعاء الموافق للعاشر من شهر تموز لعام 2013 ميلادية واتمنى القاضي المعراوي في برقيته ان يعيد الله هذا الشهر المبارك على الامتين العربية والاسلامية بالخير والبركة وقد تحققت الامال بالعزة والنصر كما تلقى الرئيس الاسد برقياتي تهنية بالمناسبة من وزير الاوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد ووزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد والمفتي العام للجمهورية رئيس مجلس الافتاء الاعلى الدكتور احمد بدر الدين حسون اعربوا فيها عن تمنياتهم بان يعمى الامن والاستقرار ربوع سوريا وبهذه المناسبة تتابعون كلمة لوزير الاوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد بعد نشرتنا مباشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة